أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا إلى محطتنا الأولى نناقش في هذه المحطة موضوع الإبداع ومعيقاته في فلسطين ورغم أننا كثيرا ما نتغنى بالإبداع الفلسطيني رغم كل المعيقات والتحديات غير أن هذا الإبداع كان من الممكن أن يخطو خطوات أكبر وأكثر قوة ربما لو لا جملة من العقبات والعثارات التي تعطر الطريق فما هي أبرز هذه المعيقات التي قد تحول دون تحقيق الإبداع وهل يشكل الخوف ربما من التعبير عن الرأي والحواجز التي تضعها العادات والتقاليد جزءا كبيرا منها نحاول إجابة على هذه الأسئلة وغيرها أكيد ما ضيفتنا من داخل الأستوديو الأستاذة حكمة بسيسو إخصائية التنمية البشرية أهلا وسهلا فيك صباح الخير أهلا فيك صباح الخيرات نحكي عن موضوع واسع وشيق في ذات الوقت نحكي عن الإبداع بداية يعني لما نحكي متى يبدأ الإبداع متى يمكن أن نكتشف الإبداع يعني سواء في عمر معين أو في مرحلة معين من حياة الإنسان وكل إنسان يولد مبدع لأنه كل إنسان يخلق بمكانزمات العقل يعني قدراته العقلية طبيعية ما عنده مشاكل عقلية أنه بالتالي فالعقل يعمل بجودة عالية وجاهز أن يبدع فالأداة موجودة اللي هو العقل ما يحدث بعد ذلك في عملية التنشئ أو التربية وعملية النظرة لهذا الطفل تهيئة البيئة المناسبة إله إبعاده عن الخطر الاجتماعي الخطر السلوكي الخطر الاقتصادي عدم تعرضه لهزات صحية تأثر عليه وتساهم في بناء جسده بشكل صاح هذا كله بأهل لبيئة أنه الدماغ يعمل والدماغ ينتج أفكار عديدة بصير الطفل أي طفل بالعالم هو بيولا بس يبدأ يحكي بصير يسأل أسئلة كثير بصير فضولي بصير بده يكعكش بده يعرف كل شيء ليش هذا بيخبط الشغل بالأرض عشان تأكد هي بتنكسر ولا ما بتنكسر عشان يصير يميز ما يكسر وما لا يكسر يميز الأصوات شو ارتدادات الأصوات لارتطام الأشياء ببعضها البعض كل هذا العالم هو عالم ذكي وعالم إبداعي وعالم الدخول على عالم الاكتشاف فإحنا بنصير في التربية بنقمع هذا الاكتشاف أقعد أسكت أقعد جنبي تتحركش من هون وهلأ للأسف بموضوع التوفرة التكنولوجيا بالطريقة المتوفرة هاي الوفرة السلبية صار أنه الأهل بيقولك بحط له الآيباد وهالجهاز وبيقعد عليه وأنا برتاح وبالتالي للأسف تتعطل كتير من مكانزمات خلق الإبداع وخلق ثورة الأفكار بالفعل أستاذ حكمة بس لما بنحكي عن الإبداع خاصة في التعامل مع الأطفال بنحكي عن عدة عوامل أو مؤثرات ليست فقط في المنزل وإنما أيضا من البيئة المحيطة اللي ممكن تحد من هذا الإبداع ممكن نبدأ من العيلة ممكن نبدأ من ثقافة العيب وما بيصير ومثل ما قلتي إنه إهدأ أو أسكت يعني في الأجواء العائلية إلى جانب لما يوصل لمرحلة المدرسة كمان ممكن يكون في نوع من التفاصيل اللي هي قمع تلقين كلها ممكن تحد من الإبداع كيف ممكن نتعامل مع كل هاي المعيقات كل الأدوار بتأدي لتكامل يعني الإشي النموذجي إنه العائلة تهتم بالطفل وتقدم له التربية مش بس الرعاية مش أكله شرب ونوم ولبس والرعاية التقليدية إنه يكون فيه تربية حوار مستمر حوار متواصل يعطوه الوقت اللازم من المناقشات يساهمه في انفتاحه على المجتمع إنه يطلع من البيت يروح على فعاليات على أنشطة ويفترض مثلا المكتبة هي دور رئيسي وأساسي في خلق الإبداع لأنه الإبداع بده مكنون لغوي عالي جدا بده فصاحة بده جرأة بده اطلاع واسع على المجال اللي بده يبدع فيه الشخص أو بده ينشد إله بده قدرة على جمع المصطلحات والتعبير عنها والألفاظ يعني فيه نفس كتير بيجي في ذهنهم كتير أفكار خلاقة ولكن لما بدهم يجوا يعرضوها على أشخاص بدهم ممكن يحتضنوا هذه الفكرة ما بيقدروا يعبروا لأنه ما عندهم ثروة لغوية ثروة إصطلاحية فعملية الطلاقة في ثروة الأفكار والطلاقة في التعبير عنها موجودة في أنه إحنا نقرأ فعشان هيك العالم الغربي كله منه البيبي في بطن أمه هي بيصير تقرأ له قصص لهم ينولد بيصير شيء رئيسي شيء زي الغذاء يعني لما بتروح للعيادات الخارجية بيسألوها أعططي التطعيم الفلاني إيش بتطعمي إيش بتسقي أكام قصة بتقريله في اليوم لأنها إشي رئيسي من تغذية الفكر وتغذية العقل وتخزين مصطلحات عالية جدا وإطلاع هذا الطفل وإطلاق خياله فبالتالي القصص بيساعد الطفل على أنه يتخيل إذا الإبداع أساسه خيال كل ما وصلت إليه اليوم الحياة هو نتاج إبداع إنساني لو لم يبدع الإنسان ما وصلنا لكل هاي التكنولوجيا أو لكل هاي الحلول لمشاكل كتير صحية وبيئية وتعليمية وهي بتبدأ مثل ما حكيتي هذا الخيال أحيانا كتير بالأفكال الغريبة والمستهجنة وحتى أحيانا كتير ممكن لما يتم قمع الطفل أو ما حدا يسوعب أي فكرة يعني جديدة ممكن يطرحها بيصير عنده خوف وهذا الخوف ممكن يشكل حاجز بأنه يعبر عن رأيه مرة ثانية أنه يعني أكيد مثلا في المدرسة بيقول أنه رح يعني يستهزئوا فيه أو رح يسخروا من فكرتي وبالتالي ممكن هذا ما يخليه يفكر بهاي طريقة مرة ثانية أو ممكن يفكره ما يقدر يعبر عن هذا الموضوع يعني يفترض السياسات بتدعم الإبداع والإبداع أساسه هو الغريب وليس التقليدي فالكلمة أبدعة أنه خلق شيء جديد لم يفوت أو يسبقه شخص قبله فبالتالي مثلا في المدارس احنا بموضوع حصة الرسم أنه لازم ترسم شجرة زي ما هي الأصل أنه يكون المباراة بين الأطفال أرسم أغرب شجرة فيمكن يحط لها عينين يمكن يحط لها رجلين يمكن يحط لها عجال سيارة يمكن يركب لها مراوح طيارة الفكرة أنه يتخيل أغرب شجرة يتخيل أغرب سيارة يتخيل أغرب إنسان فمش أنه يرسم الإشي الصم الموجود حقيقة بالواقع لأنه هذا مش يعني إذا دق فيه وأخد له دورة رسم بيصير يرسم وجه يرسم هذا فن الرسم ولكن فن التخيل والإبداع هو بيعتمد على خلق فكرة غريبة فكرة مختلفة هذا ما يتعلق بالمدارس ما يتعلق بالمجتمع المحلي أديش المجتمع المحلي بيقبل الفكرة الغريبة وبيحتضنها وبيلتقطها وبيحفز الآخر عليها ففي مرحلة الجامعات أديش بيكون المشاريع التخرج يفترض تعتمد تقييمها على كم الإبداع وعلى كم الجهد اللي نحط فيها الجهد الخيالي التخيلي مش أديش هي فيها مثلا أبحاث أو دراسات اعتمدت على أبحاث أخرى فبالتالي عالم الإبداع أو جانب الإبداع لا يؤخذ فيه كجانب من جوانب تقييم الإنسان سواء في خلال مرحلة المدارس أو في خلال الجامعات سيد حكمت مثل ما حكاتي الآن إحنا في هذا العصر أمام كل هذا الزخم التكنولوجي والحديث والأفكار الموجودة إحنا نبحث عن الفكرة الجديدة الكل يبحث عن الفكرة الجديدة وهي الإبداع فيها وعلى الأقل فيه شوط خضناه في هذا الموضوع لكن إلى أي مدى إحنا نحكي عن المستوى الفلسطيني وأيضا على المستوى العربي أنه ما زال عندنا قيود ربما مجتمعية ربما تعليمية على مستوى يعني معيقات التعليم أيضا هي جزء من يعني كبح هذا الإبداع الجزء الرئيسي في العالم العربي هو قديش إحنا بنؤمن بالإنسان فالإنسان لما مثلا بينولد طفل وبيحملوه إذا بحس كل إنسان عم يحمل كيان هائل ضخم عم يحمل شخص هذا اليوم بيبي بس هذا ممكن يخترق التاريخ ويسجل صفحات في التاريخ قديش بنآمن في ولادنا وبنآمن أنه هم عبارة عن أرقام صعبة في الحياة وأرقام إلها هيبة مش يعني فكرة أني بس بعملهم أكل بعملهم شرب أنا خلاص كأم كأب كواجبات ومسؤوليات فقط واجبات الرعاية اللي هي أصلا لا تخلق إبداع وممكن كتير التخفيف منها تبسيطها بحيث نعطي جهد ووقت واستثمار أكبر لعمليات الدماغية اللي بالتم فالحوار والتواصل مع الأطفال هو بولد إبداع كبير لأنه هم عندهم آلاف الأسئلة والعقل لا يرتاح إلا إذا ظل يبحث ويجد إجابات ويحطها في صناديق الإجابات داخل الدماغ ويظلوا يتوالد يتوالد الأفكار فبالتالي عدم الحوار مع الأطفال عدم النقاش مع الأطفال بيخلي عندهم كم هائل من الأسئلة بلا إجابات يوم ورا يوم هذه الأسئلة بتخطفي بيصير فيش عندهم فضول فيش عندهم شغف تجاه الحياة وإحنا بعد فترة بنشوف في مرحلة الشباب إنه في حالة خمول وعدم شغف يعني ممكن الواحد يمرق عن إشي شوي هيك غريب ما بيثيروا يقول إيش هذا أو ليش هذا الحكي نفقد هذا الشغف نفقد هذا الشغف يوم ما نفقد هذا الشغف العقل بيخمل وبيبطل ولاد لأفكار جديدة وحلول جديدة وبالتالي هذا الشغف هو دوران الحياة إذا إحنا وقفنا عن دوران الحياة معناته إحنا تقليديين روتينيين بنصحى وبنعمل عمليات عمليات أيدولوجية لوجودنا وانتهى الموضوع سحي أستاذ حكمت النظرية اللي بتحكي إنه دايما مثل ما قلت في البداية إحنا كثير من نتغنى بالإنجازات الفلسطينية والإبداع الفلسطيني ونقول دايما رغم كل المعيقات والعثرات والعقبات إلا إنه كان الإبداع موجود وحاضر هذا كيف بيحصل هل هي حالات استثنائية لناس يعني استثنائيين بالفعل عندهم هاي القدرة العالية الذهنية العقلية اللي سمحتهم أنه يعني بالفعل أنه رغم كل الظروف المحيطة فيهم إلا أنهم استطاعوا أنهم يحققوا هذا الشيء وفي ناس في المقابل ممكن تكون أقل وما بتقدر تتحدى هاي العقبات بالعالميا عبر كل الدراسات والأبحاث أكتر من 80% إلى 90% تقريبا من مبدعي العالم هم يخرجوا من رحم المعاناة وخرجوا من واقع صعب ومن أزمات قلة جدا لعندهم وفرة وعندهم ثراء وما عندهم مشاكل اللي قدروا يدخلوا على عالم الإبداع ويبدعوا ولما كمان حتى هذول الناس تم الخوض في تجاربهم الشخصية وجدوا أنه رغم هاي الهالة مثلا ابن مليونير أو 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 إلا أنه في معاناة شخصية كبيرة خلته يدخل على عالم الإبداع وينتج ويفكر لأنه بالأساس العقل يعمل في وجود المشاكل يبحث عن حل المشاكل فحياة الدعا والحياة الملوكية الحياة الراكدة اللي فيها كل شيء محلول وبكبسة زر بجيب اللي بديها بتعطل عمليات العقل وبتخفضها وبتخليها ما في داعي لأنها تعمل أصلا فبالتالي يعني حد المقولات إنه تربية الدلال لا تنتج قادة لأنه الدلال المفرط بيخلي العقل مش محتاج إنه يبذل جهد عشان يحل المشكلة بس لما مثلا تقطع المي بالبيت بيصير العقل يقول هتا نجرب كذا هتا نفكر كذا تبحد يروح يشوف الجران قطع عندهم طيب 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 بتبدأ تتولد الأفكار وبتبدأ نبحث عن حل هاي المشكلة بس طول ما المي جاي ما حد بفكر كيف المي بتيجي أصلا شو إشكالية المي بالحياة حتى فكرة إنه بصير نقرأ ليش قطعت أصلا إيش مشكلتنا ليش عم تقطع في منطقتنا فبالتالي الإبداع أصلا يولد من رحم المعاناة لأنه العقل بيصير فيه ثورة من الأفكار هلأ قديش ثورة الأفكار هاي مهم جدا أنه كل شخص يدونها يدون كل الأفكار المعقولة والغير معقولة والمجنونة والعاقلة والطبيعية والغير طبيعية والقابلة للتطبيق والغير قابلة للتطبيق كلها يدونها في دفتر عشان الدماغ يهدأ ويعيد تأثيث نفسه بنفس الوقت أحيانا بعض الأفكار بتحصل في لحظة ما في لحظة تأملية في لحظة عميقة وما بيرجع يتذكرها الواحد تحدث في عملية اختلاط امتزاج ما بين العقل الواعي والغير واعي فمهم جدا أنه يسجلها مش بالضرورة اليوم يعملها مش بالضرورة بكرة بس بتظلها سطرين ملهمين إلو ممكن يطبقها لاحقا ممكن هي يعيد تدويرها يحدث تعديلات عليها ممكن ياخد جزئية منها ويدخلها على فكرة هو أورادي أصلا بيشتغلها هلا فمهم جدا أهم شيء في موضوع ثورة الأفكار أنه ندونها لأنه لما إحنا بندونها العقل بيصير بيتعامل معها على إنها حقائق وبيصير يولد أكتر حلول كيف نشتغل فيها فبالتالي بصير سيرورة أكتر في عالم الدماغ يعني كتير مثلا الناس ممكن تشوفوا إشي بتلفزيون أو بالإعلام إنه فلان أنجز شيء معين أكتر من ألف شخص من المتفرجين بيقولوا أنا هاي الفكرة خطرت في بالي وكنت بفكر أعمالها الفرق بين شخص وشخص إنه مين بيخطي الخطوة الأولى بيحترم فكرته بحبها بيصير مجنون فيها بيصير متنايموش الليل وبيصير هو يكرس من وقته من جهده لخدمة هاي الفكرة ويتطورها يعني الإبداع مش هو بس الفكرة هو ما بعد منطقة الفكرة لأنه نفس الأفكار الإبداعية هي بتحدث في أدمغة العديد من الناس مين الشاطر اللي يمسك فكرته ويحترمها ويحبها ويدللها ويقول أنا هاي الفكرة هي أنا وبيدي أشتغل عليها بدي أعطيها كل الوقت والجهد والتفكير والبحث عن المعلومات نعم أستاذ حكمت هاي فكرة مهمة جدا اللي هي ثورة هاي الأفكار ويمكن هي في موضوع الإبداع وموضوع البرمج اللغوي العصبية وكيف أنه نمرن دماغنا على التعامل مع هاي الأفكار اللي بتيجينا لكن إلى أي مدى من المهم أنه يكون عندنا هذا الشيء ممنهج يعني سواء في حياتنا الأسرية وأيضا على المستوى التعليمي بمعنى أنه يكون في لحظات للتفكير إحنا دائما وكأنه في هكتراكات بسموها أو خطوط سير لازم نروح المدرسة لازم ناخد هذه الحصة لازم نخلط معها الحصة لازم نروح للجامعة لازم نروح للشغل وكأنه ما في وقت أنه نقعد حصة مثلا مدرسية أنه نقعد نفكر تأمل أو نسميها ثورة الأفكار يعني حصة للأفكار أو للتفكير مثلا في اليابان في حصة التأمل في حصة الغفوة لأنه مهم جدا أنه كيف يصير توتر عالي لما الواحد بفكر كثير فبيعطوهم غفوة ناب أنه تلت ساعة أو لنص ساعة أنه بيحطولهم موسيقى هادية بقولهم اغفوا على الدسك وهي بتنشط الدماغ هاي بتخفض التوتر وبترفع مستوى التفكير للأطفال وبتخليهم يشعروا بالأمان أكتر داخل المدرسة والارتباط داخل المدرسة أنه يشعروا أنه فيه جزئية من احتياجاتهم الفيسيولوجية الأكل والشرب والنوم هي كمان ممكن أن تلبى داخل المدرسة وبنفس الوقت عشان إحنا كلنا بعد الحصة الثانية التالتة بنبدأ في حالة نعاس فهم يدرسوا هذا الإشي قالوا أوكي حالة نعاس نستجيب إلها بنروح لحل في المشكلة مش صح صح معي وأنت سهران وأنت لأنه بعد الجهد الذهني معين بيبدأ الدماغ يعطي أوامر أنه بده يرتاح بده يجمع بده يركتب زي غرفة بتدحشيها بكراكيب كتير فبصير الدماغ بده بدهش يشتغل يستقبل بصير ده يركتب لجوه فبيعطوم هاي الإشي اللي إحنا في فلسطين عنا مشكلة كبيرة فيه هي الضوضاء إنه إحنا كتير عنا ضوضاء في البيت طول الوقت في ناس بيرنجوالاتهم والتلفزيون شغال والراديو شغال والجيران شغالين والزممير يعني فكرة منع زمور السيارات هي بالأساس عشان نعطي للناس فرصة للهدوء لأنه في الهدوء العقل يعمل بكفاءة عالية جدا كل الأفكار الإبداعية اللي نوجدت في الكون هي نوجدت في لحظة هدوء ولحظة التأمل أعظم القصائد كتبت على رأس جبل حيث لا يوجد ناس لا يوجد ضجيج لا يوجد معوقات ومشوشات فمثلا فكرة الجوال إنه الناس بتحطهوش صامت ولا وقت بتعطي نفسها فرصة إنه هذا الوقت مخصص إلي مثلا بعد ما أروح من الشغل مثلا ساعات معينة هذا ما بدي أسمع صوت ما بدي أستقبل هالي الحالة التواصل الهستيري بتعمل توتر عالي عند الإنسان سواء أطفال سواء أكبار وبالتالي بتعطل جزء كتير كبير من الدماغ وبالتالي بتعطل قدرتنا على حل المشكلات عشان هيك إحنا كتير كمان ورطانين هي هاي السلوكيات الخاطئة الممارسات الحياتية اليومية اللي فرضتها علينا ضغوطات الحياة والعمل والالتزامات واللي هي بتدخلنا في دوامة أحيانا زي ما قلت من صعب جدا نلاقي هاي لحظات الهدوء وبصير فيه سواء الأم اللي بتروح للأولاد بتدخل فيه يعني الحفلة 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 الأكل وحفلة يلا وغلسوا اشلعوا ونبسوا يلا وقدرسوا وخلسوا فهذا يفترض انه ياخد جزء شوي من يعني داون شوي ننزل شوي نهدى شوي نخفف من كل شيء بيجيب لنا صوت بيجيب لنا توتر احنا كمان كشعب فلسطيني نظرا لتعرضنا للتهميش العالمي بنحب نثبة وجودنا ونثبة ذاتنا كتير عبر الاتصال وشركات الاتصال في العالم كله بتعرف هذا الحكي انه احنا بنلجأ للاتصال التكنولوجي لما بيصير اغلاق علينا ومسكر علينا ما مش سهل نسافر ومش سهل نتحرك اها السابع حكمة لما بنحكي عن حالة الابداع المميزة بمعنى انه كيف احنا ندرك انه هذا الشخص او انا مثلا يعني اشوف التفاصيل اللي انا ممكن اكون ناجحة فيها او زاوية او مهنة او جانب انا مبدع فيه ممكن ابدع فيه واركز عليه يعني كيف في ناس كتير احنا لأسف كمان لانه ما في عنا هاي البرامج اللي التوجيهية اللي هي بتكتشف احنا قدراتنا قدراتنا ذهنية هل هي ادبية هل هي علمية هل هي مهنية تقنية وبالتالي من وصل المرحلة حتى بعد ما نخلص زاوية نكون كأنه اكتشفنا انه احنا رأسنا اشي ما حبناهوش مش حابين نشتغل فيه وتايهين في الحياة مش عالفين اصلا يعني كيف بدنا نبدع اذا اصلا ما حبينا الشي معين وانجزنا فيه يعني الارضية الابداع هي شغف المحبة فاحنا كتير اشياء بنعرفها بس ما بنحبها يعني كتير اطباء كتير مهندسين كتير محامين كتير حرفيين هم مبدعين في شغلهم شاطرين في شغلهم اناش نحكي مبدعين شاطرين في شغلهم ولكن ما بيقدر يوصلوا نقطة الابداع لانه ما فيه المحبة الشغف فاحنا لما منرجع الواحد للخلف بنقوله انت اصلا شو بتحب فبتبدي من انا وانتي وغيرنا بنبدأ من شو انا بحب اعمل شو بحب وين انا بلاقي حالي هل مسلا ممكن الاقي حالي بعد فترة من الزمن ان درست اشي وانا حاب الموسيقى فاذا بدخل على عالم الموسيقى بارضية المحبة بثير التعلوم وجامع المعلومات والتطوير كتير متسارع لانه موجود الحب والشغف لهذا الاشي عشان هيك في الغرب ما بيدخلوا من الثانوية العامة على طول على الجامعات بياخدوا فترة انه يشتغلوا شغلات كتير متعددة بيروحوا بيشتغلوا بمطاعم بيشتغلوا شغلات كتير بسيطة بيروحوا بيمارسوا بعض الهوايات بيلاقوا وين انا لقي حالي بحب اكتر وين انا الاشي الشغف تبعي وبيروحوا بعد هيك بعد سنتين ثلاثة بيسجلوا بالجامعات وبيبدوا التعليم الجامعي على ارضية انا بحب هيك اكون فممكن شخص يعتقد عن نفسه انه هو كتير شاطر في الارشاد مثلا بيحب الناس وبتعطف معهم بيروح بدخل علم النفس وعلم الاجتماع بدرس بدرس بعد ما يدرس ويخلص بيجي بدي يشتغل بيلاقي حاله مش قادر نفسيا يتعامل مع فئاته معينة مش قادر يعطي صار بالنسبة له بلوك صار جهد نفسي عالي لان هو ما مارسش وجربش تجربات بسيطة تكشف له حاله من جوه شو ما بيقدر يعمل شو ما بيقدر يعمل غير طبعا الاهل اللي بيلبوا طموحاتهم من خلال ما احنا صحيح وانه لازم تطلع هاي وانه الشغل مثلا او السوق العمل بيحتاج كذا فبالتالي انت لازم تدرس عشان تلاقي وظيفة مش عشان انت بتحب عشان يسير معك مصاري للأسف هذا اللي بيصير في مجتمعاتنا ومنحزن حقيقة لما منحز انه قديش احنا بنخسر نهدر صبعا في ثروة نخسر بالفعل الكثير من الابداعات اللي هي ممكن تكون موجودة وحقيقية لكن بنهدمها للأسف طبعا في ثروة عقلية مهدرة لانه احنا ما بنستثمر ما بنواجه الابداع ما بنهتم فيه ما بنلقطه بنطوره بنكبر فيه سعي للأسف انتهى وقتنا وستحكي بس اذا بتحب نلخص او نحكي هكي كيف ممكن نعطي نصائح لننتبه لهذه التفاصيل اللي في حياتنا اللي هي بالفعل ممكن تحقق الابداع عند ابنائنا يعني اشي رئيسي في الظرف اللي احنا موجودين فيه انه الاهل يبدوا يتوجهوا للمكتبات يقضوا اوقتهم ولادهم في المكتبات الاب يقرأ الام تقرأ الطفل يقرأ ممكن يروحوا على المكتبات يصيروا يدرسوهم داخل المكتب حافظوا على هدوءهم عشان في المكتب فيه ضوابط معينة يقدروا يدروسهم يطلعوا لهم كتاب في الموضوع فلما بيطلع الطفل على كتاب في موضوع معين موجود في منهجه بيفرق نظرته لهذا العلم بيحترمه اكتر وبينظر له نظرة مختلفة وبصير اكتر يقدر يتبحر ويتوسع فيه فعملية الثروة اللغوية الثروة الاطلاع على تجارب الآخرين الاطلاع على الابداع العالمي هو نقطة انطلاقنا احنا اليوم في ظل كل الظروف الحالية فوجودنا رجوعنا وعودتنا للقراءة وللمكتبة هو نقطة انطلاق عميقة وكبيرة جدا لتطوير الابداع بالفعل بدي بس اضيف شغلة اللي هي متعلقة بالدلال كمان انه معروف انه يعني من الجيد او من المهم انه نعطي اطفالنا مئة بالمئة من احتياجاتهم وخمسة وعشرين بالمئة من الاشياء اللي هم بدهم اياها وهذا كمان بخليهم هم يتحفزوا متل ما ذكرنا في الحديث على التفكير وعلى ايجاد طرق من اجل حل المشاكل كل شكرا لوجودك معنا شكرا لكم كتير استمتعنا معاك شكرا لكم شكرا لكم وشاريا ننتقل الى محطة هل تعلم